على عكس المفاجأة التي تكونت مع تصريحات محافظ بنك إنجلترا المركزية الشهر الماضي التي تؤكد أن الضرورة قد تقتضي رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع بسبب النمو العالمي القوي ومعدل التضخم الذي يفوق المستوى المستهدف أبقى بنك إنجلترا المركزية على أسعار الفائدة دون تغيير عند نصف بالمئة بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل اثنين معارضة التطورات الاقتصادية المستمرة يجدها بنك إنجلترا المركزي داعما لرفع أسعار الفائدة مجددا للمرة الثانية فقط منذ الأزمة العالمية في عام 2008 لا سيما بعد نمو الاقتصاد العالمي بأسرع وتيرة له وفي الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد بريطانيا من الضبابية التي تكتني عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا ما نظرت إلى ذلك منذ العام الماضي فالكثير لديهم الشكوك حول رفع السعر مرتين أو ثلاثة في هذا العام لا سيما مع التوقعات فيما يخص الاقتصاد البريطاني الذي أتوقعه أن يتراوح بين 1.7% إلى 1.8% وهذا هو المعدل للإقتصاد مع الأسباب التي ذكرت وعودة إلى قرار بنك إنجلتر المركزي على إبقاء أسعار الفائدة عند نصف الواحد بالمئة وتصويت إثنان من صانعي السياسات المالية في البنك لصالح زيادة أسعار الفائدة بشكل فوري يرى المحللون أن هذا الأمر قد يعزز من ثقة المستثمرين بأن تكاليف الإقراط سترتفع في مايو المقبل بدر العازمي يالخبرية لندن